ما هي مكتسبات العميد بعد الديربي تمكن الاتحاد من تحقيق فوز على الاهل بهدفين دون مقابل في ديربي جدة إلى اللقاء الذي يقيم ضمن جولة الثالثة من دور كاسل بن محمد بن سلمان للمحترفين النمور حققوا مكاسب بالجملة من هذا الانتصار العميد كسر سيطرة خضراء على الديربي الاتحاد الذي كان يعاني من اوضاع صعبة على مدار الموسمين الماضيين يبدو انه بدأ طريق العودة وتحقيق نتائج تليق باسمه بداية الموسم حتى لا يتكر سيناريو المنافسة على الهبوط يعد فوز الاتحاد على الاهل في ديربي جدة هو الاول العميد خلال هذا الموسم حيث تعادل امام الفتح بهدفين مثلهما لانما خسر الجولة الاونى من الاتفاق بهدفين مقابل هدف وحيد فهد المولد ينطلق فهد ويسجل الهدف الاول تأمل جماهير الاتحاد ان يواصل لعبها تحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة حتى لا تتأزم وضعية الفريق مثل ما حدث في الموسمين الماضيين الفوز على الاهل جاء ليعطي ثقة كبيرة لللاعبين والجهاز الفني للاتحاد بنجل تقديم الافضل خلال المباريات المقبلة ومنح الفريق دفعة معنوية للعودة الى المنافسات القوية خرج الاتحاد من الديربي بشباك نظيف لأول مرة في الدور السعودي هذا الموسم ليس هذا فقط فلستطاع ايضا ان يمنع اهتزاز شباكه في الديربي جدة منذ ان حدث ذلك اخر مرة في فبراير عام الفين وثمانية عشر ومع ظهوره في اولى مبارياته بشعار العميد خلال مواجهة الاهلي دون ان يتدرب مع الفريق جماعيا ولول مرة واحدة اكتسب احمد حجازي ثقة جماهير النمور بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال المباراة حجازي نجح ان يبطل خطورة هجوم الاهلي بقيادة عمر اسومة الذي لم يتمكن من هزي شباك العميد كعادته العرضية من لينا والرشي ادارة الاتحاد بقيادة انمار الحائل ستكون نتيجة الديربي بمثابة مسكل الانتقادات التي تعرض لها منذ الموسم الماضي وخاصة النائب الرئيس احمد كعكي الذي تعرض لسيل من الاتقادات وصلت للمطالبة بابعاده عن الفريق حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة الاتحاد وجهاز الاداري اثبت جدارة وجودة عمله وقيادة الفريق للخروج من ازمة طالت اركان الفريق على الصعيد الفني هادالهو سيبعد المدرب كاريلي عن الضغوطات التي حسرته والاصوات التي عارضت عمله ورؤيته الفنية اليوم بات الوضع مريحا ومشجعا لمنظومة العميد لعادة الفريق الى ساحة المنافسة بعيدا عن الضغوطات والانتقادات بعد ان بدأ في اكتساب ثقة ودعم جمهوري ومحبي العميد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة